قبل أسبوع من موعد الانتخابات التشريعية التي دعا لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قراره بحل الجمعية الوطنية نتيجة خسارة حزبه الحاكم في الانتخابات الأوروبية أمام اليمين المتطرف توقع استطلاع للرأي تقدم حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا وحلفائه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد بنسبة 35.5% من الأصوات وأفاد الاستطلاع أن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الأصوات مرجحا أن يأتي تحالف ماكرون المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 19.5% من الأصوات ماكرون من جانبه خرج ليرد على خصومه وفي مقدمتهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبا والذين ألمحوا إلى ضرورة تقديمه الاستقالة في حال خسارة معسكره في الانتخابات بأنه لن يترك الحكم حتى نهاية ولايته في مايو 2027 مؤكدا أن هذه الانتخابات ليست انتخابات رئاسية أو تصويتا على الثقة في رئيس الجمهورية متعاهدا باحترام التعددية وخيارات الشعب الفرنسي لمن يحكمه رئيس الوزراء الفرنسي جابريل أتال الذي يقود حملة معسكر ماكرون الانتخابية تعهد بالبحث عن اتلافات مع المجتمع المدني وإجراء تغييرات كبيرة في طريقة العمل ونهج الحكومة لصالح الشعب الفرنسي إذا فاز الحزب الحاكم في تلك الانتخابات في المقابل نزل عشرات آلاف المتظاهرين تتزعمهم المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة إلى الشوارع بعدد من المدن الفرنسية للتنديد بخطر وصول اليمين المتطرف إلى الحكم والذي طالما عارض حقوقا للمرأة من بينها الحق في الإجهاد وتنظيم الأسرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة